ما حكم الإسلام في تغطية المرأة لوجهها وكفيها؟ حكم الإسلام في تغطية المرأة لوجهها وكفيها عن الرجال الذين ليشوا من محالينها أن هذا أمر واجب لأن هذا فيه خيانة للمرأة وخيانة للرجال عن الوقوع في فتنة لأن النظر المحرم يجر إلى الوقوع في الفتنة والحجاب يمنع من ذلك قال تعالى وإذا سألتمون مساعا فاسألون بوراء حجاب لا لكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهم فالحجاب فيه طهارة لقلوب النساء المتحجبات وطهارة لقلوب الرجال من أن تدب إليها الشهوات المحربة وقال شبحانه وتعالى لا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرأة المرأة أيضا لا تتسلم بالكلام الذي يطبع حاب القلوب المريضة لأن تتسلم معهم بكلام فاكن أو كلام مبتدل ورخيص يتمعوا بها وإنما تتسلم بقدر الحاجة بكلام معروف وقلنا قولا معروفا جزاكم الله خير وعطنا إليكم